حضر المتحدث باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة من أن أي عملية برية إسرائيلية في مدينة رفح ستكون لها نتائج كارثية وقال المتحدث للأونروا إن إسرائيل تفكر في عملية استهداف كاملة للأونروا تتجاوز قطع غزة مشيرا إلى أن الحديث عن مشروع القرار المقدم بالكلاسة الإسرائيلي لإيقاف عملها بالقدس هو المقر العمليات الرئيسي للوكالة وهو تطور خطير وغير مسبوك